بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي طلبة السادس العلمي ضمن تطبيق العراق أكاديمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا بكم إلى موضوع النهايات في نهاية الفصل الثالث النهايات ورسم الدوال وهذا الموضوع موضوع واسع ويحجي هواية وموضوع ترثار ولكنه إن شاء الله موضوع سهل ورح نقسمه إلى أجزاء عديدة من أجل أن تكون المعلومة تأتيكم بشكل متسلسل وسهل وسلس إن شاء الله حتى يكون فهمها مستطاع من قبل الجميع الجزء الأول إيجاد مناطق التزايد والتناقص ونقاط النهاية العظمى والصغرى المحلية شنو أقصد بها هذا المنحن اللي موجود أمامكم هسه المنحني اللي موجود أمامكم هنا لو أريد أسوي دراسة على هذا المنحني إذن هنا سلوك هذا المنحني رح يكون بالصورة التالية أريد تركزونه إياه هذا المنحني دا يبدأ بالتصاعد أول ما أسترم المنحني إذن هنا يبدأ بالتصاعد بهذه الصورة إلى ما وصل إلى القمة وصل إلى القمة وهذا التصاعد على شكل محدد إذا لو دا شوفون طبعا هنا من أقول تحدّب أقصد به بهذه الصورة ومن أقول تقعر أقصد به بهذه الصورة إذن هنا المنحني سلوك المنحني في حالة تصاعد ووصل إلى القمة وبعدين بدأ في حالة التنازل وبقع التحدّب مات وصل إلى هنا وصل إلى هنا إذن هنا المنحني فرستيرين يعني تحول من حالة التحدّب إلى حالة تقعر إذن تشوفون يعني كان بهذه الصورة وأصبح بهذه الصورة ونزل ووصل إلى القعر ومن ثم بدأ بالتصاعد مرة ثانية وأيضا هنا أخذ نفس السلوك تقعر وبعدين تحول إلى تحدّب ووصل إلى القمة ونزل مرة أخرى هذا سلوك الدالة رح نجي أن نحسبه من خلال الجزء الأول والجزء الثاني الجزء الأول سيتحدّث عن مناطق التزايد والتناقص يعني الصعود والنزول مناطق التزايد والتناقص ونقاط هذه النقاط ستسمى بالنقاط الحرجة وفيما إذا كانت هذه النقاط تمثّل قمم فتسمّى نقطة نهاية عظمى محلية وإذا كانت تمثّل أسفل الوادي فإنها تمثّل نقطة نهاية الصغرى محلية حسّة رح تقولّولي عظمى افتهمناها لأن صايرة فوق وصغرى افتهمناها لأن صايرة جوّة رح تقولي كلمة محلية شنو إذن هنا من أجي أقول الطالب سين مثلا طلع الأول على مدرسته وكان معدّله مثلا تسعة وتسعين بوينت خمسة بالعشرة والطالب صاد طلع الأول على مدرسته وكان معدّله مثلا فقط تسعة وتسعين زيان ربما التسعة وتسعين في مدرسة الطالب سين هو العاشر على مدرسته مو الأول ولكن في مدرسة الطالب صاد هو الأول على مدرسته وربما يكون الطالب عين هو الأول على العراق ومعدّله مية مثلا إذن الطالب صاد رح أقول الأول في محله في مدرسته الطالب سين الأول في محله في مدرسته والطالب عين الأول في محله وفي مدرسته وفي العراق إذن هنا هذه النقطة في محلها هي العظمى لكن ربما تجيني نقطة صغرى هذا المنحني إذا كان افتر بها الصورة هذه وتجيني نقطة صغرى هي أعلى من العظمى أعلى لكن هذه عظمى في محلها وهذه الصغرى في محلها وهذه عظمى أيضا في محلها ولكن هذا الحشي هو للتوضيح لا أكثر السؤال رح أحل من خلال مجموعة خطوات رح نجي نتعرف عليها بالتفصيل الدقيق ولإيجاد مناطق التزايد والتناقص ونقاط النهاية العظمى والصغرى المحلية يجب المرور بست خطوات من خطوات الحل إذن نبدأ على بركة الله أريدك دفترك تحضر أمامك وبالبداية تستمع وبعدين تحاول توقف المقطع وكل شي حشيته أريدك تكتبه سؤال وراء سؤال يعني هنا هذا الجزء إذا كان نص ساعة إذا كان أربعين دقيقة أكثر أقل أنت أريد بيدك يصير ساعتي لأن هنا وراء ما تستمع لي كل سؤال أريدك تحاول تحل وحدك ألموت توصل إلى مرحلتي الفهم والممارسة في الحل وصولا إلى المئة إن شاء الله السؤال شوان يجيني يقول لي يجد مناطق التزايد والتناقص ونقاط النهاية العظمى والصغرى المحلية للدوال التالية إذن السؤال ممكن يجيني بهذه الكيفية زيان من أريد أقرى خطوات الحال الخطوة الأولى تقول إيجاد المشتقة الأولى ثم مساواتها بالصفر ثم حل المعادلة الناتجة لإيجاد قيمة المتغير X وربما قيم إذن خلي أترجمها إيجاد المشتقة الأولى يعني معناها رح أقول F' للX تساوي شنوى تساوي 2X ثم مساواتها بالصفر يعني معناها رح يصير 2X تساوي صفر إذن ثم حل المعادلة الناتجة لإيجاد قيم X إذن الخطوة الأولى سهلة جدا وواضحة جدا إذن أعيدها إيجاد المشتقة الأولى ثم مساواتها بالصفر ثم حل المعادلة الناتجة لإيجاد قيمة X أو ربما قيم X بالمعادلة الأصلية بالمعادلة الأصلية لإيجاد قيم Y فنسمي مجموعة النقاط XY بالنقاط الحرجة يعني شنو معناها أنت من طلعت لك X تساوي صفر مباشرة رح أقول صورة الصفر تساوي الصورة معناها Y وين رح أعوضها رح أعوضها بالدالة الأصلية ومكان X أكتب صفر إذن صورة الصفر تساوي صفر إذن معناها صارت النقطة شنو صارت النقطة صفر صفر إذن هذه النقطة صفر صفر إيش رح أسميها إذن هذه رح أسميها نقطة حرجة زين بالضرورة صفر صفر لا مو بالضرورة ربما المشتق الأولى تطلع لثني X ناقص أربعة من أساويها بالصفر رح يصير اثنيا X تساوي أربعة يعني معناها X تساوي اثنيا يجوز الأكس واحد يجوز الأكس عشرة يجوز أكثر من قيمة لأكس المهم تعوضها بالمعادلة الأصلية حس هذا السؤال لو كانت المعادلة الأصلية زائد واحد كان صارت صفر زائد واحد يعني صارت النقطة صفر واحد هي نقطة حاجة الخطوة رقم ثلاثة تقول رسم خط الأعداد الأفقي وتثبيت قيم X فقط عليه ليقسم إلى عدة أقسام قسمنا إلى عدة أقسام ثم نأخذ عدد من كل قسم ونعوضه بالمشتق الأولى ونختار من الناتج إشارته فقط إذن هذه تحتاج إلى توضيح إذن رح أجي أرسم خط الأعداد الأفقي هذا خط الأعداد الأفقي أثبت عليه قيم X فقط من قيم X الصفر ما طول قيمة وحدة رح أثبتها بالوسط هذا مو إلا صفر إذا صفر أو واحد أو سالب اثنين أو عشرة أو مليون أثبتها بالوسط إذا قيمة وحدة هذا رح يتقسم إلى عدة أقسام هذا القسم رح أقول عليه أكبر من صفر اليمنى رح أقول عليه أكبر من العدد واليسرى رح أقول عليه أصغر دائما اليمنى أقول عليه أكبر واليسرى أقول عليه أصغر زين شو تقول الملاحظة اللي سؤلفته السيء تقول ورما قسمت إلى عدة أقسام نأخذ عدد من كل قسم ونعوضه بالمشتق الأولى ونأخذ من الناتج إشارته فقط يعني الطيني عدد أكبر من الصفر لا على التعيين أي عدد يعجبك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشر مليون أي عدد يعجبك عوض بالمشتق الأولى إذن هنا رح أعوض العدد اللي عجبني بالمشتق الأولى إش قد يطلع الناتج مايهمني إش قد يطلع الناتج ولكن اللي همني هو إشارة الناتج يعني من أختار الواحد اثنين في واحد اثنين والاثنين موجب من أختار العشرة اثنين في عشرة عشرين والعشرين موجب إذن هذا القسم كله أغطيه بإشارة موجبة هذا القسم كله غطيه بإشارة موجبة الطين عدد أقل من صفر مثلا سالب اثنين من عوض بالمشتق الأولى اثنين في سالب اثنين سالب أربعة ما طول إشارة سالبة إذن هذا القسم كله رح أغطيه بإشارة سالبة رح تقول لي دائما يطلع لي من الموجبة وليصر سالب لا مو دائما يعني لو كانت المشتق الأولى مثلا سالب اثنين من أجي أختار الواحد رح يطلع الجواب سالب اللي هو أكبر من صفر ومن أجي أختار مثلا السالب الثنين اللي هو أصغر من صفر رح يطلع الجواب موجب إذن هذا رح يكون بالعكس هنا سالب وهنا موجب يعني مو لأن العدد اللي اختاريته في هذا السؤال موجب طلع للجواب موجب والعدد سالب طلع للجواب سالب لا هذه الإشارة هي مو إشارة العدد اللي اختاريته هذه الإشارة تمثل ناتج تعويضها بالمشتق الأولى ماذا لو كانت المشتق الأولى هي أكس تربية أو ثلاثة أكس تربية يعني الدالة الأصلية هي أكس تكعيب والمشتق الأولى طلعت ثلاثة أكس تربية من أجي أختار الواحد رح يطلع للجواب موجب ومن أجي أختار مثلا السالب واحد رح يطلع للجواب هم موجب إذن معناها رح يصير الإشارات هنا موجب هنا موجب إذن أؤكد لمرة أخرى بأن مو كل عدد موجب يطلع جواب موجب أو كل عدد سالب يطلع جواب سالب مو بالضرورة الزيان الإشارة السالبة دائما أرسم على طول السهم مالتها سهم إلى الأسفل الثاني مور سامت خط الأعداد الإشارة السالبة أرسم على طول المقطع مالتها طول المقسم مالتها سهم إلى الأسفل والإشارة الموجبة أرسم على طول المقطع مالتها هو سهم إلى الأعلى بشرط أن يكون اتجاه السهم من اليسار إلى اليمين يعني ما يصير أرسم الأسفل هيتشي من اليمين إلى اليسار ولا يصير أرسم الأعلى هيتشي من اليمين إلى اليسار اتجاه السهم لازم يكون من اليسار إلى اليمين إذن من أقرأ النقطة الثالثة مرة أخرى رسم خط الأعداد الأفقي رسمنا وتثبيت عليه قيم X فقط ثبتناها فيتم تقسيمه إلى عدة تقسام قسمنا X أكبر من صفر وX أصغر من صفر ثم نأخذ عدد من كل قسم إي أخذنا وين عوضه ونعوضه بالمشتقة الأولى ثم نأخذ من الناتج إشارته فقط إذن هذه النقطة الثالثة النقطة الرابعة قراءة خط الأعداد الآن النقطة الثالثة تقول رسم خط الأعداد النقطة الرابعة تقول قراءة خط الأعداد فتكون الدالة متزايدة شوف هذا السهم إلى الأعلى عند الإشارة الموجبة وتكون الدالة متناقصة عند الإشارة السالبة يعني أكتب قوس المجموعة أكس حيث أن وأكتب الاسم اللي كتبته لي فوق اللي هو أكس أكبر من صفر هذا هذا أجيبه هنا زيان شنو الإشارة الجواء الإشارة موجبة إذن ش رح أقوله هنا رح أقول الدالة متزايدة بالفترة حيث أن أكس أصغر من صفر شوف عدد كتابة هذه الفترة زيان شنو الإشارة جواها السالبة إذن رح أقول الدالة متناقصة بالفترة إذن الخطوة الثالثة تقول رسم خط الأعداد والخطوة الرابعة تقول قراءة خط الأعداد طيب النقطة رقم خمسة من خطوات الحال تقول بيان نوع النقطة الحرجة فتكون عظمى محلية إذن تقلت قيمة أكس من التزايد إلى التناقص يعني الأسهم القبلها والبعدها شكلت مثل رقم ثمانية والقراءة دائما من جهة اليسار وتكون صغرى محلية إذن تقلت قيمة أكس من التناقص إلى التزايد يعني شكلت أشبه برقم سبعة القراءة من جهة اليسار وتكون مجرد نقطة حرجة إذن تقلت قيمة أكس من التزايد إلى نفسه أو من التناقص إلى نفسه يعني لا هي عظمى ولا هي صغرى إذن رح أعيد كتابة النقطة الحرجة اللي هي الصفر صفر أعيد كتابة النقطة الحرجة صفر صفر إذن أشوف الأسهم شوف نزول وبعديا صعود ما طول شكل رقم سبعة إذن هذه رح أسميها إذن هذه رح أسميها نقطة نهاية صغرى محلية وانتهى حل هذا السؤال إذن معناها خطوات الحل إن شاء الله واضحة وسهلة وخلي نعيدها على السرنة إذن الخطوة الأولى استوينا إيجاد المشتقة الأولى ثم مساواتها بالصفر ثم حل المعادلة الناتجة لإيجاد قيم أكس بعد استوينا تعويض قيم أكس بالمعادلة الأصلية لإيجاد قيم واي والنقاط الناتجة سميناها نقاط حرجة وأؤكد عليك التعويض دائما يكون بالمعادلة الأصلية التعويض دائما يكون بالمعادلة الأصلية من أريد واي أعوض بالأصلية وهوايا طلاب ديت وهمون يعوضون بالمشتقة من أريد واي أعوض بالأصلية زي النقطة الثالثة شنو النقطة الثالثة رسم خط الأعداد الأفقي وتثبيت قيم أكس فقط عليه قسمناه إلى عدة أقسام نأخذ عدد من كل قسم وين أعوضه بالمشتقة الأولى دير بالك صار هنا تعويضين من أريد واي أعوض بالأصلية العدد اللي أختاره من خط الأعداد وين أعوضه بالمشتقة الأولى شي اختارت عدد شي قد طلعي الجواب شلون ما يهمني ولا تقول لي علي اللي يهمني شنوه اللي يهمني إشارته فقط اللي يهمني إشارته فقط النقطة الرابعة صار عندي يسا النقطة الرابعة ورما أرسمت خط الأعداد النقطة الرابعة قراءة خط الأعداد فتكون الدالة متزايدة عند الإشارة الموجبة وتكون متناقصة عند الإشارة السالبة والنقطة الأخيرة بيان نوع النقطة الحرجة إذا شكلت رقم سبعة أشبه برقم سبعة أسميها صغرى محلية إذا شكلت أشبه برقم ثمانية أقول عظمى محلية إذا لا سبعة ولا ثمانية إذن هذه هي مجرد نقطة حرجة وأكيد المثال الأول هو الشامل للأفكار اللي نحتاجها طبعا بعد عندي نقطة ساتسة بعد شوية أحجيها ولكن خلينا أخذ سؤال آخر ونطبق نفس خطوات الحل إذن الخطوة الأولى ما قلنا عليها الخطوة الأولى إيجاد المشتقة الأولى ثم مساواتها بالصفر ثم حل المعادلة الناتجة لإيجاد قيم X إذن ما رح أسوي أشتق المشتقة الأولى اللي هي F' للأكس شن المشتقة الأولى تسعة زائد ستة أكس ناقص ثلاثة أكس تربيع شتقيت المشتقة الأولى زيان شا سوي لها المشتقة الأولى رح أسويها بالصفر تسعة زائد ستة أكس ناقص ثلاثة أكس تربيع تساوي صفر رح أقسم على سالب ثلاثة على مود أقدر أحلل بالتجربة وأرتبها ترتيب تنازلي إذن رح يصير تقسيم سالب ثلاثة إذن يؤدي إلى رح يصير أكس تربيع لأن سالب على سالب موجب ناقص ثلاثة أكس موجب على سالب سالب ناقص ثلاثة موجب على سالب سالب يساوي صفر زيانة بيش تنحل هذه تنحل بالتجربة يعني معناها رح يصير أكس ناقص ثلاثة في أكس زائد واحد يساوي صفر إذن من صار عندي حاصر ضرب قوسيا يساوي صفر يعني معناها أما أو إذن شو رح أقول أما أكس تساوي ثلاثة أو شنو أو أكس تساوي سالب واحد إذن هذه الخطوة الأولى انتهينا منها إيجاد المشتقة الأولى ثم مساواتها بالصفر ثم حل المعادلة الناتجة لإيجاد قيم أكس الخطوة الثانية تعويض قيم أكس بالمعادلة الأصلية لإيجاد قيم واي ونسمي النقاط الناتجة بالنقاط الحرجة إذن مقابيل كل أكس أريد أحسب الواي مالته إذن إيش رح أقول هنا رح أقول صورة الثلاثة تساوي تسعة في ثلاثة سبعة وعشرين ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين ثلاثة تكعيب سبعة وعشرين إذن الجواب هو سبعة وعشرين يسينا من نعوض السالب واحد إيش رح يصير هنا رح يصير صورة السالب واحد يساوي تسعة في سالب واحد سالب تسعة سالب واحد تربيع هذا واحد في ثلاثة يعني معناها رح يصير زائد ثلاثة زين سالب واحد تكعيب هو سالب واحد وعندي هنا سالب يعني رح يصير موجب واحد ويساوي سالب خمسة إذن صار عندي هسة صار عندي النقط ثلاثة سبعة وعشرين وبعد وسالب واحد سالب خمسة إذن هذي رح أسميها إذن هنا طبعا هنا لازم أسميها نقاط حرجة إذن هذه ما طول أكثر من نقطة إذن هذه لازم أسميها نقاط حرجة إذن الخطوة الثانية انتهينا منها الخطوة الثالثة شو تقول رسم خط الأعداد الأفقي إذن الخطوة الثالثة رسم خط الأعداد الأفقي وتثبيت قيم X فقط عليه ليقسم إلى عدة تقسام ثم نأخذ عدد من كل قسم ونعوضه بالمشتق الأولى ونختار من الناتج إشارته فقط إذن هذا خط الأعداد الأفقي من الذي سأثبت سأثبت عليه التلاثة إذن هذه التلاثة والسالب واحد أثبت عليه لا تنس أثبت عليه قيم X فقط Y X ستقسم إلى عدة تقسام هذا اليمن أقول عليه أكبر هذا اليسر أقول عليه أصغر هذا إلى بداية وإلى نهاية أسوي فترة مفتوحة دير بالك هذه مو نقطة هذه كانت نقطة ولكن هذه فترة مفتوحة تريد تكتبها X أصغر من ثلاثة وأكبر من سالب واحد هم يصير يعني إذا ما يعجبني أسويها فترة مفتوحة إذن ممكن إش أكتبها واللي يعجبك أنت بكيفك أكتبها X أصغر من ثلاثة وأكبر من سالب واحد إذا بالملزمة أنا أسوي فترة مفتوحة زيان رح أختار عدد من كل قسم وين عوض أتفقنا أعوض بالمشتقة الأولى وأختار من الناتج إشارته فقط زيان خطيني عدد أكبر من الثلاثة سأ سأ تقول لي أربعة أنا أختار العشرة أسهل 6 في عشرة هذا 60 زائد 69 69 10 تربع 100 في 300 يعني صار 69 ناقص 300 100 ما يهمني جد الناتج بس المنين يهمني مجب له سالب رح تقول لي سالب إذن هذا القسم كله رح أغطي بإشارة سالبة وين تعوض تعوض في أصل المشتقة الأولى مو بعد ما قسم تدير بالك إذا بعد ما قسم نا عوض إيه ناس جواب رح يطلع خطأ زيان قطيني عدد بين السالب واحد والثلاثة رح تقول لي الصفر من عوض بالمشتقة الأولى هذا صفر وهذا صفر رح يبقى تسعة والتسعة شنو إشارته موجب إذن هذا القسم كل رح أغطي بإشارة موجبة جيد جدا زيان قطيني عدد أقل من سالب واحد تقول لي مثلا سالب عشرة ولا يهمك إذن هنا ستة في سالب عشرة سالب ستين وسالب عشرة تربية هذا عفوا رح يطلع مية في سالب ثلاثة سالب ثلاثمية رح يصير تسعة ناقص ستين وناقص ثلاثمية أكيد الإشارة سالبة إذن هذا القسم كل رح أغطي بإشارة سالبة زيان شتفقنا قبل شوية السالب رح أرسم سهم إلى الأسفل الموجب رح أرسم سهم إلى الأعلى السالب رح أرسم سهم إلى الأسفل زيان هذه انتهينا من هنا الخطوة الرابعة شتفقنا هو قراءة خط الأعداد الإشارة الموجبة رح سسميها متزايدة الإشارة السالبة رح سسميها متناقصة إذن معناها الدالة المتزايدة وين رح أقول X حيث X تنتمي إلى الفترة المفتوحة السالب 1 3 هاي الدالة شنو إذن الدالة متزايدة بالفترة لأنها موجبة زيان بعدين رح أقول X حيث أن X أكبر من 3 وبعد رح أقول X حيث أن X أصغر من سالب 1 إذن هاي الدالة شنو إذن هنا رح أقول الدالة متناقصة بهذه الفترة وهذه الفترة أيضا يعني معناها صارت الدالة متناقصة بالفترة تشبق عندي النقطة الأخيرة تقول بيان نوع النقطة الحرجة هنا أريد أعرف عظمى أو صغرى إذا أشوف السهم القبل أو بعدها مباشرة يشكل بأشبه برقم ثمانية أقول عليها نقطة نهاية عظمى محلية وإذا أشبه برقم سبعة أقول نقطة نهاية صغرى محلية إذن من أعيد كتابة لثلاثة سبعة وعشرين النقطة الحرجة الأولى شوف للسهم القبل والبعد هذا الثلاثة إذن صاعد بعدها نازل إذن هذا رح أقول عليها نقطة نهاية عظمى محلية وأعيد كتابة النقطة الثانية اللي هي السالب واحد سالب خمسة أباوح السهم مالتها القبل نازل والبعد صاعد إذن هذا رح أقول عليها نقطة نهاية صغرى محلية إذن انتهى حل هذا السؤال وإن شاء الله الفكرة صارت كل شو أضحاعدكم رح تقول اللي طيني بعد أسئلة خلي أجرب نفسي لكن قبل ما أطيك أسئلة إضافية أنا اتفقت وياك بأن خطوات الحل أنا عندي الستة لكن اللي سوينا لحد الآن خمسة النقطة السادسة المنظامها لو أجي أباوح هذه الدالة أفوف أكس تساوي الجدر التكعيبي للأكس تربيع يعني معناها رح يصير عندي رح يصير أكس قس 2 على 3 زين الخطوة الأولى شا اتفقنا إيجاد المشتقة الأولى ثم مساواتها بالصفر ثم حل المعادلة الناتجة لإيجاد قيم أكس زين إذن خلي أشتق المشتقة الأولى واشوف شنو المفاجآت اللي رح الصادف 2 المشتقة الأولى تساوي 2 على 3 أكس السالب 1 على 3 زين عندي أس السالبة شون أتعامل وياها رح تنزل للمقام الصير موجبة يعني معناها 2 على 3 أكس الثلث يعني الجذر التكعيبي للأكس زين إذا ردت هذه أساويها بالصفر وهذا الصفر معناها صفر على 1 طرفيا يساوي وسطيا يعني معناها رح يصير 2 يساوي صفر وهذا غير ممكن إذن أحتاج ملاحظة شو تقول لي الملاحظة تقول لي إذا كانت المشتق الأولى دالة نسبية بسطها ثابتا فلا يمكن مساواتها بالصفر ما يصير أساويها بالصفر يعني معناها لا توجد نقاط حرجة أكس ماكو رح رح أقول لا توجد نقاط حرجة ماكو ما يصير لا توجد نقاط حرجة زين شلون نبطل لا من نبطل يقول لي ارسم خط الأعداد ارسم خط الأعداد ولكن أريدك تثبت على خط الأعداد القيم التي تجعل المقام صفر على شكل فجوة إذن هنا رح تكون فجوة بهذه الصورة القيم التي تجعل مقام صفر شنو القيمة التي تجعل مقام صفر هي صفر هذا أكس أكبر من صفر وهذا أكس أصغر من صفر ربما القيمة التي تجعل مقام صفر هي واحد يعني لو كان المقام هو مثلا الجذر التكعيبي للأكس ناقص واحد لو كان المقام هو أكس ناقص واحد القيمة التي تجعل مقام صفر واحد التي هي ثبت على خط الأعداد أيضا هنا أختار عدد من كل قسم وأعوض بالمشتق الأولى وأختار من الناتج إشارته فقط الطيني عدد أكبر من الصفر مثلا واحد الجذر التكعيبي للواحد واحد ثلاثة في واحد ثلاثة موجب على موجب إذن هذا رح يكون موجب الطيني عدد أقل من الصفر مثلا سالب واحد الجذر التكعيبي للسالب واحد هو السالب واحد ثلاثة في سالب واحد سالب موجب على سالب هذا رح يكون سالب يعني معناها هذا سهم إلى الأسفل هذا سهم إلى الأعلى إذن إيش رح أقوله هنا X حيث أن X أكبر من صفر إذن هذه شنو رح أقول الدالة متزايدة بالفترة وبعديا إيش رح أقوله هنا رح يصير X حيث أن X أصغر من صفر هذه شنو رح أقول الدالة متناقصة بالفترة بمجرد قراءة خط الأعداد ينتهي حل السؤال يعني ما عندي نقطة حرجة حتى أقول عليه عظمى أو صغرى إذن هنا النقطة السادسة مهمة جدا إذا كانت المشتقة الأولى دالة نسبية بسطها ثابتا فلا يمكن مساواتها بالصفر وبالتالي لا توجد نقاط حرجة وعند رسم خط الأعداد الأول يعني ليش هنا الأول لأن هنا بالجزء الثاني إن شاء الله رح ناخد تقريبا نفس خطوات الحل ولكن على المشتقة الثانية ونثبت عليه القيم التي تجعل المقام صفر على شكل فجوة إذن خلي أباوع الأسئلة التالية وأعتقد الفكرة صارت عندك شاملة وخلي نختبر نفسنا جد أعظم وأصغر قيمة محلية للدوال التالية نفس خطوات الحل رح أسويها إذن أول شيء شئ اتفقنا إيجاد المشتقة الأولى هذا المشتقة الأولى مشتقة الواحد صفر قوس مرفوع القوة قاعدة سابعة القوة تنزل بالقوس نفسه أطرح من الأس واحد في مشتقة داخل القوس واحد أساويها بالصفر إذن اثنيا في أكس ناقص اثنيا هذا يساوي صفر تريد الثنين تدخلها على القوس تريد تقسم على الثنين بعد أحسن يعني معناها أكس ناقص اثنين تساوي صفر إذن معناها الأكس تساوي اثنين إذن هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية تعويض قيم أكس بالمعادلة الأصلية لإيجاد قيم واي إذن معناها رح أقول صورة الثنين تساوي واحد زائد اثنين ناقص اثنين تربيع يعني معناها واحد إذن صارت النقطة شنو إذن صارت النقطة اثنين واحد هذه رح أسميها النقطة اثنين واحد إذن هذه صارت نقطة حرجة زين بعد أرسم خط الأعداد ورح أثبت عليه قيم اكس فقط منه قيم اكس المرة قيم اكس هي اثنين إذن اكس أكبر من اثنين واكس أصغر من اثنين أختار عدد من كل قسم ورح أعوض بالمشتقطة الأولى وأختار من الناتج إشارته فقط الطيني عدد أكبر من اثنين مثلا ثلاثة من عوض بالمشتقة الأولى ثلاثة ناقص اثنين واحد في اثنين إذن هذا رح يكون موجب الطين عدد أقل من اثنين مثلا الواحد الواحد منه عوضة بالمشتقة الأولى واحد ناقص اثنين سالب واحد فيه اثنين سالب واحد إذن هذا رح تكون إشارة سالبة إذن إذا كان هنا الإشارة السالبة اتفقنا السهم إلى الأسفل الإشارة الموجبة سهم إلى الأعلى حس قراءة خط الأعداد إذن إيش رح يقولي هنا أكس حيث أن أكس أكبر من اثنين هذه إش رح أقول عليها سأقول عليها الدالة متزايدة بالفترة وبعدين رح يصير أكس حيث أن أكس أصغر من اثنين هذه إش رح أقول عليها الدالة متناقصة بالفترة إذن سأعيد كتابة النقطة الحرجة إذن معناها اثنين واحد إذن صار عندي نزول بعدين صعود هل هي عظمى لو صغرى المنجيب إذن هنا هذه رح أقول عليها نقطة نهاية صغرى محلية إذن لا تنسى النقطة الحرجة في هذا السؤال اثنين واحد أريدك تشوف الفرع بي واشوف شنو الاختلاف عن الفرعي رح أشتقى المشتقة الأولى وإذا تريد تسوي ستوب للمقطع وتحاول أنت تحل السؤال وبعدين تسوي الاستئناف واشوف حالك صح له فقط إذن المشتقة الأولى مشتقة الواحد هي صفر الثنين رح تنزل تنظره بالسالب رح يصير سالب الثنين في اكس ناقص اثنين زين شا سوي لها أساويها بالصفر يعني معنى سالب اثنين في اكس ناقص اثنين تساوي صفر إذا تريد تقسم على سالب اثنين تريد سالب اثنين تدخل على القوس بكيفك المهم آني رح أقسم على سالب اثنين إذن رح يصير اكس ناقص اثنين تساوي صفر يعني معناها الاكس تساوي اثنين وين أعوضها أيضاً رح أعوضها بالمعادلة الأصلية يعني معناها صورة الثنين تساوي واحد ناقص اثنين ناقص اثنين تربيع إذن الجواب يسعي واحد إذن صارت عندي هسة إذن أيضاً صارت النقطة اثنين واحد هذه رح أسميها أيضاً رح أسميها نقطة حرجة زيان رح أرسم خط الأعداد ورح أثبت عليه قيم X فقط اللي هي أيضاً الثنين إذن هذا X أكبر من الثنين وهذا X أصغر من الثنين وهنا إشارة أيضاً هنا F أبراهيم للX إذن من أختار الثلاثة وعوّفها ثلاثة ناقص اثنين واحد في سالب اثنين يعني معناها الإشارة سالبة من أختار الواحد واحد ناقص اثنين سالب واحد في سالب رح أصير الإشارة موجبة يعني معناها صار هذا سهم إلى الأعلى وهذا سهم إلى الأسفل شخ تلفت الأمور هسه رح أقول X حيث أن X أكبر من الثنين إذن معناها صارت صارت دالة متناقصة بالفترة ورح أقول X حيث أن X أصغر من الثنين صارت الس صارت الدالة متزايدة بالفترة إذن معناها شخ تلفت الأمور هسه إذن صارت النقطة الثنين واحد هالمرة إذن شكلت أشبه رقم ثمانية إذن هذه صارت شنو صارت نقطة نهاية عظمى محلية شوف الفرق قبل شوية صغرى محلية وشوف الإشارات وهسه صارت أغضمى محلية زين شوف المفاجئة بالفرع C لو أجي أشتق المشتقة الأولى إذن معناها F' للأكس مشتقة الواحد صفر الثلاثة رح تنزل تنظره بالسالب إذن رح يصير عندي السالب ثلاثة في أكس ناقص ثنياً أطرح من الأس واحد بقى واحد بقى ثنياً هنا تربيع في مشتقة داخل القوس واحد من أساويها بالصفر رح يصير السالب ثلاثة في أكس ناقص ثنياً تربيع يساوي صفر رح أقسم الطرفين على سالب ثلاثة يعني معناها رح يصير أكس ناقص ثنياً تربيع يساوي صفر من أخذ بالجذر التربيع للطرفين رح يصير أكس ناقص ثنياً يساوي صفر ليكون توزع التربيع هنا وهنا دير بالك ليكون تسوي هذه المشكلة لأن الأسس تتوزع على الضرب والقسمة ولا تتوزع على الجمع والطرح إذن أكس ناقص ثنياً تساوي صفر يعني معناها شنو؟ يعني معناها الأكس تساوي ثنياً زين وين عوضها؟ رح عوضها بالمعادلة الأصلية إذن معناها رح يصير صورة الثنياً هذا رح يساوي واحد ناقص ثنياً ناقص ثنياً تكعيب أيضاً الجواب رح يكون واحد إذن صارت النقطة شنو؟ إذن صارت النقطة اثنياً واحد إذن هذه لحد الآن هي نقطة حرجة زين القبل شوية طلعت عندي عظمى وقبل شوية أخرى طلعت صغرى زين هنا دخلي أرسم خط الأعداد وأشوف المفاجآت رح أثبت على خط الأعداد قيام أكس فقط اللي هي الثنياً إذن هذا أكس أكبر من اثنياً هذا أكس أصغر من اثنياً وهنا إشارة شنو؟ أيضاً هنا إشارة اف دابل افرايم اف دابل اف وان اف برايم للأكس إذن إشارة المشتقة الأولى من أخذ التلاثة وحوظه بالمشتقة الأولى ثلاثة ناقص اثنياً واحد تربيع واحد في سالب ثلاثة رح يصير سالب من أختار الواحد واحد ناقص اثنياً سالب واحد تربيع موجب في سالب ثلاثة رح يكون سالب إذن هذا سهم إلى الأسفل وهذا أيضاً سهم إلى الأسفل شوف اثنيناتم سهم إلى الأسفل يعني هس هنا من رح يجي أقول اكس حيث أن اكس أكبر من اثنين وبعدين رح أقول اكس حيث أن اكس أصغر من اثنين إذن هذه شنو؟ إذن دول اثنيناتم متناقصة إذن السهنات دالة متناقصة بالفترة وإهنا أيضاً الدالة إذن رح أسوي نسخ أيضاً الدالة متناقصة بالفترة لعد هذه النقطة ثنياً واحد شنو حكمها الإعرابي إذن معناها أن نقطة ثنياً واحد لا هي عظمى ولا هي صغرى إذن رح أقول عليها مجرد نقطة حرجة وانتهى حل هذا السؤال فس هنا الفرع دي بنفس الترتيب تماماً ورح أخلي لك الفرع دي واجب عليك إذن موجود الحل مات بالملزمة تشتق المشتقة الأولى تساويها بالصفر تستخرج قيم X تعوضها بالأصلية تستخرج قيم Y وصار عندك نقاط حرجة ترسم خط الأعداد تثبت عليه قيم X فقط تأخذ عدد من كل قسم تعوضها بالمشتقة الأولى تختار من الناتج إشارته فقط وورا ما تقرأ خط الأعداد النقاط اللي حصلتها رح تقول عليها عظمى أو صغرى إذن هنا السؤال موجود عندك في الملزمة وخلي الروح نشوفه وين هذا السؤال اللي رح يكون واجب عليك إذن الملزمة موجودة في كل وكلاء مطبعة الطابعي أي طالب دايس معنا وما عنده الملزمة فممكن تلقاها وكلاء مطبعة الطابعي في محافظات العراق كافة إذن هذا السؤال الواجب والحل ما تبهى الصورة هذه ما ريدك تنقل الحل ريدك تحل انتع على كيفك وبعدين ورما تكمل تدقق الحل ما تك في الملزمة صفحة 113 طبعا قبل وأنهي هذا الجزء إن شاء الله رح يكون الجزء الثاني مخصص إلى مناطق التقعر والتحدب ونقاط الانقلاب اللي هو متعلق بالمشتقة الثانية وأود الإشارة إلى أن الفصل الثالث على أعتاب الانتهاء طبعا رح يكون بأجزاء عديدة هذا الموضوع موضوع متشعب نوعا ما ولكن إن شاء الله سوف يتم فتح الكورس الثالث الخاص بالفصل الرابع التكامل والفصل الخامس المعادلات التفاضلية وسيكون هنا الاشتراك بالكورس الثالث بنفس الكورس الثاني إذن هنا بطاقة الاشتراك أيضا خمسين ألف دينار للفصلين الرابع والخامس ومن يرغب بالاشتراك موجودة كارتات الاشتراك بالمكتبات موجودة في كل المحافظات وأي طالب عند استفسار ممكن يرسلني على رقم الهاتف 077-0723196 واتساب أو تليجرام طبعا هنا طلابنا يعرفون هذه التفاصيل لكن اللي بيسمع المقطع من غير طلابنا ممكن يستفيدون من هذه المعلومات إذن تنتظرونا إن شاء الله في الجزء الثاني من موضوع النهايات إلى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحبه